اشتركوا في القناة والدمار والرعب والامراض والكذب كله اللي انحكى في الحلقات عند بعض الفلكيين عن كسوف الشمس الحلقي يوم واحد وعشرين ستة في برج السرطان طبعا الكسوف هاد بيسمى حلقي السبب انه القمر بيكون اقرب نقطة للارض فعشان هيك لما بيجي باقتران يعني بيصير الشمس والقمر والارض على خط واحد فبيصير القمر حلقة اصغر من قرص الشمس فبيبين من خلال دائرة القمر من حواليها هيك زي الهالة هيك زي كانها مشعة فبيسمون كسوف حلقي الكسوف الحلقي طبعا رح يكون الساعة يعني في تمام الساعة ستة واحد واربعين دقيقة بتوقيت جرينيتش رح يكون على الدرجة صفر واحد وعشرين يعني صفر فاصلة واحد وعشرين فاصلة ثلاثة وعشرين يعني على اول درجة من درجات برج السرطان بالنسبة لوقت بداية الكسوف واللي هي العظمى للكسوف ونهاية الكسوف هاي كلها يعني لها اوقات فعشان هيك بداية الكسوف رح يكون جزئي عند الساعة ثلاثة وخمسة واربعين دقيقة واثنين وخمسين ثانية بتوقيت جرينيتش بيبدأ الكسوف الحلقي عند الساعة أربعة وسبعة واربعين دقيقة وسبعة وثلاثين ثانية بتوقيت جرينيتش اعظم مراحل الكسوف اللي هي لأعلى درجة لإلها بتبلش الساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة وسبعة وخمسين ثانية يعني 46 دقيقة بيستمر دقيقتين بأعظم درجات الكسوف اللي حكينا 41 و42 بعدين بيبدأ ينتهي الكسوف هذا ساعة 38 دقيقة بصير للكسوف الحلقي بعدين على الساعة 9 و33 دقيقة و55 ثانية بينتهي الكسوف نهائيا الآن بالنسبة للكسوف هذا وين الأماكن اللي هو رح يكون أكثر إشي واضح فيها هو رح يكون واضح في معظم الدول العربية ككسوف حلقي أو جزئي يعني السعودية اليمن سلطنة عمان هذولا تقريبا رح يشوفوه حلقي مكتمل مش في كل المدن ومش في كل الأماكن رح يكون كسوف جزئي في بعض الأماكن برضو في عمان وبرضو في السعودية باقي الدول زي الأردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر والسودان وليبيا وتونس جزائر مغرب صومال جيبوتي جزر القمر هذولا بيشوفوه جزئي خليني شوي أشرح لكم يا أنا لأن الأشخاص اللي بيحبوا يصوروا أو يتابعوا الكسوف فأنا رح أحكي المكان وقيم قوة الكسوف قديش بالمية وفي نفس اللحظة وقته بتوقيت الدولة هاي ومن أي أماكن ممكن أنه يصور هذا الكسوف أولا أول دولة رح تشهد الكسوف الحلقي يوم 21 يونيو هي كسوف الشمس رح يكون فوق سلطنة عمان رح يكون هذا الكسوف في ولاية اسمها لقريات إضافة للجزء الجنوبي من إزكي وشمال آدم يعني هاي المناطق السلطنة هاي رح يشوفوه بنسب متفاوتي ولكنه رح يكون كسوف كامل يعني رح يكون واضح إنه كسوف كامل نسبته بتصل لفوق السبعة وتسعين في المية وأربعة بالعشرة كمان طبعا هذا العبور التدريجي رح يبلش الساعة ثمانية واربعة عشر دقيقة صباحا وببلغ ذروته عند الساعة التسعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت عمان وبانتهي الكسوف الجزئي الساعة 11 و19 دقيقة صباحا أما بالنسبة لليمن فاليمن رح يكون في منطقة الأجزاء من الجنوب اللي هي زي صنعاء شمال المأرب وأجزاء من الجوف وأقصى شمال حضراموت في حين رح تشاهد مناطق اليمن كسوف جزئي للشمس بنسبة متفاوتي بالنسبة لصنعاء رح يشاهده بنسبة 97.2% وبيبدأ القمر بالعبور أمام الشمس الساعة 6 و56 دقيقة صباحا وبيبلغ ذروته الساعة 8 و7 دقائق وبينتهي الكسوف الجزئي ساعة 9 و33 دقيقة صباحا أما بالنسبة للكسوف في المملكة العربية السعودية رح يكون في مناطق اللي هي الجنوب تحديدا في محافظة الخرير أقصى جنوب المملكة إضافة لجزء من الصحراء الربع الخالي أما باقي المناطق في المملكة رح يشوفه بنسبة متفاوتي وهو رح يكون قريب للجزئي بالنسبة للعاصم الرياض رح يشوفه الكسوف بنسبة 73% ورح يبقى القمر بالعبور أمامه تدريجي ساعة 7 و10 دقائق صباحا وبيبلغ ذروته عند الساعة 8 و23 دقيقة وبينتهي كامل الساعة 9 و49 دقيقة صباحا أما بالنسبة لباقي الدول فهم رح يشوفه جزئي أول شي بالنسبة لدولة الإمارات رح يكون يعني في مختلف مختلف مناطق المملكة رح يكون بنسبة 87% ونص تقريبا بالمية خصوصا بالعاصمة أو في أبوظبي رح يكون بهذا ساعة 8 و12 دقيقة صباحا وببلغ ذروته ساعة 9 و33 دقيقة وبينتهي ساعة 11 و8 دقائق صباحا أما بالنسبة لدولة قطر رح يكون بنسبة متفاوطة برضو جزئيا رح يكون في الدوحة تقريبا نسبة 79% ونص رح يكون القمر بمراحل العبور في بدايته الساعة 7 و12 دقيقة صباحا وببلغ ذروة تبعته الساعة 8 ونص وبينتهي الكسوف الجزئي الساعة 10 ودقيقة صباحا أما بالنسبة للبحرين البحرين برضو نفس الإشي كسوف جزئي رح يكون بالعاصمة المنامة تقريبا بقوة 75% والمية والواحد بالعشرة العبور تقريبا ساعة 7 و14 دقيقة صباحا بيكون دروته الساعة 8 ونص وبينتهي الساعة 10 أما بالنسبة لدولة الكويت بيكون نفس الشيء برضو جزئي رح يكون في العاصمة الكويت يعني بنسبة 61% والواحد بالعشرة نقطة البداية بتبدأ الساعة 7 و19 دقيقة صباحا بيصير بذروته الساعة 8 و32 وبيبلش بعملية النهاية بانتهي ساعة 9 و56 دقيقة صباحا بتوقيت الكويت أما بالنسبة للعراق العراق تقريبا رح يشهد برضو جزئي 44% و6 بالعشرة بيبدأ العبور أمام الشمس تدريجي ساعة 7 و27 دقيقة صباحا بيبلغ دروته ساعة 8 و34 دقيقة بانتهي ساعة 59 دقيقة صباحا يعني أقل من منتصف بشوي بيكون بيغطي قرص القمر للشمس أما بالنسبة للأردن فالعاصمة عمان رح تشهد الكسوف بنسبة 36% و1 بالعشرة بيبدأ الساعة 7 و25 دقيقة صباحا بيبلغ دروته ساعة 8 و25 وبانتهي ساعة 9 و31 أما بالنسبة لفلسطين فلسطين بالعاصمة القدس رح يشهد جزئي برضو بنسبة 35 سبعة بالعشرة بالمية وبيبدأ القمر بالعبور الساعة 7 و25 صباحا ذروته ساعة 8 و24 دقيقة صباحا وبينتهي الساعة 9 ونص أما بالنسبة لسوريا فنفس الشيء رح يكون نسبته 33% بيبدأ الساعة 7 و29 دقيقة طبعا من دمشق ذروته بتكون الساعة 8 و27 دقيقة بانتهي ساعة 9 و33 دقيقة أما بالنسبة للبنان فبكون من العاصمة بيروت 31 في المية فاصل 2 بالعشرة بالمية فعشان هيكي بيكون العبور أمام الشمس الساعة 7 ونص صباحا بيبدأ دروته الساعة 8 و37 دقيقة بانتهي الساعة 9 و31 دقيقة صباحا أما بالنسبة لمصر مصر بالنسبة للقاهرة 34 في المية 3 بالعشرة بالمية برضو فعشان هيكي بيبدأ الساعة 6 و23 دقيقة صباحا وبيبلغ دروته عند الساعة 7 و19 دقيقة وبينتهي الكسوف الساعة 8 و22 دقيقة صباحا أما بالنسبة للجنوب من البلاد فبشهد الكسوف أكثر وضوح بنسبة 63 في المية في أقصى جنوب مصر يعني باتجاه حدودها مع السودان كل ما نزل اتجاه السودان كل ما زادت النسبة بأعلى أما بالنسبة للسودان فالنسبة بالخرطوم بتكون 75 في المية ونص بيبدأ العبور تقريبا الساعة 5 و57 دقيقة صباحا بيكتمل الكسوف عندهم الساعة 7 ودقيقة بنتهي ساعة 8 و14 دقيقة صباحا أما بالنسبة لليبيا فرح يكون الكسوف تقريبا 9.78% من العاصمة طرابلوس بيقدر ساعة 6 و43 دقيقة صباحا بيبدأ الكسوف الساعة 7 و19 بيكون ذروته الساعة 7 و57 دقيقة صباحا بينتهي أما بأجزاء الجنوب اللي هي مناطق الصحراء الكبرى في ليبيا فممكن يوصل لـ 50% وبكون واضح منتصف الشمس يعني بيغطي تقريبا أما بالنسبة لتونس فرح يكون 3.1% يعني يا دوب ينشاف طرف الشمس أنه تغطى بهالي سوداء فقط لا غير رح يتكون الرؤية مستحيلة يعني إلا من خلال العدسات اللي بتتركب على أساس أنك تشوف الجزئية هاي بيبدأ الساعة 5 و59 دقيقة صباحا بيبلغ الذروة عنده الساعة 6 و24 بينتهي الساعة 6 ونص هذا الكسوف يعني نوع من أنواع الملاحظة من مناطق الشمال العاصمة تونس رح يغطيها تقريبا بـ 3% لكن في المناطق الجنوبية هي أفضل للرصد فبكون نسبته 10% خصوصا المناطق اللي بالجنوب أما بالنسبة للجزائر فطبعا رح يكون بنسبة أقل بتصل لـ 0.44 يعني لا يمكن مشاهدته بالعين العادية إلا بأجهزة الرصد ببدأ الساعة 6 و12 دقيقة صباحا ذروته ساعة 6 و25 بينتهي ساعة 6 و38 أما بالنسبة لو باتجاه الصحراء يعني نزلته باتجاه الجنوب أقصى للحدود الجنوبية فممكن أنه يوصل من بدل الـ 2% يوصل لـ 27% فممكن مشاهدته بغضور أما بالنسبة للمغرب العربي المغرب العربي نسبته 2% للمشاهدة يعني ما رح يغطي كثير من القرص فعشان هيك ما حد رح يشوفه بالنسبة لكسوف الشمس في موريتانيا رح يغطي 3% الحجب ما رح يكون واضح تماما بالنسبة للصومال يعني الصومال أكثر خصوصا من العاصمة مقديشو بكون 54.3% ببدأ العبور تقريبا الساعة 6 و48 دقيقة صباحا ذروته الساعة 7 و54 دقيقة صباحا بينتهي ساعة 9 و12 دقيقة صباحا أما بالنسبة لكسوف الشمس في جزر القمر فالنسبة رح تكون يعني من العاصمة موروني يعني بكون تقريبا 18% ببدأ القمر بالعبور الساعة 56 دقيقة صباحا ببلغ ذروته الساعة 7 و46 دقيقة صباحا بنتهي الساعة 8 و41 دقيقة صباحا الآن رح نحكي عن الآثار الفلكية للأبراج إيش يعني كسوف وإيش اللي بيأثر فيه عليكم طبعا بالنسبة للكسوف والخسوف يعني معروف أنه الاثنين هذول بحملوا يعني جرعة سلبية أمران سلبيان في هاي الفترة عادة لما بصير الكسوف بنشعر بضغط بنال من قوة شخصيتنا بنفقد السيطرة على عواطفنا بيلاحظ أنه طيور في السماء والأسماك في البحر بتفقد اتجاهها وبصيبها نوع من أنواع البلبلة يعني أكثر من هيك لما بصير الكسوف يعني بتلاقي أنه الأمور كلها كأنه فقدوا البوصلة تبعتهم بصير فيه تشتت بالطاقة المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية اللي موجودة فبصير فيه نوع من أنواع البلبلة في فترة الكسوف اللي هي ما قبلها بثلاث أيام وما بعدها بثلاث أيام يفضل الامتناع عن اتخاذ قرار هام والابتعاد عن أي التزام والامتناع عن شراء حاجيات ثمينة كما أنه نصبح في هاي الفترة أكثر عرضة للمرض ليش؟ بسبب الخلل الطاقي لذلك علينا أن نتجنب إجراء عمليات جراحية والحذر أكثر من الأدوات الحادة والكحوليات خصوصا في فترة الكسوف اللي هو في يوم الكسوف تحديدا فترة الكسوف هاي غير مناسبة للمنافسة مثل المباريات أو التحديات أو تحديات القوة أو أشياء من هذا القبيل بتزول الآثار السلبية للكسوف بعد ثلاث أيام من وقوعه يعني ثلاث أيام قبله ثلاث أيام بعده يعني أسبوع بمعنى آخر فعشان هيك اللي بيجي بيقول لك ما بياخد ستة شهر وبياخد ثلاثة شهر وبيمد لسنة وهم أثر على الأبراج ومش عارف إيش هذا كله كلام ما إلو أي علاقة بالصحة هي التأثير في لحظة الاقتران بتبلش من ثلاث أيام لأنه بيبلش الاقتران من ثلاث أيام بصير في خلل في الأشعة هاي بعطيش أشعة سلبية فعشان هيك الأشعة سلبية بتأثر في الأشياء اللي إحنا ذكرناها في الأول فلا حكينا أنه بدي يصير طاعون ولا بدي يجي مرض جديد ولا بدي يتجدد فيروس جديد ولا إلو علاقة في هاي الأمور ما إلو علاقة بالنسبة للمناخ اللي بتأثر فيه إيش إنه بيصير أول إشي بيصير غبار بيصير رياح بيصير خلل في الجو بتحس أنه فيه كتمي اختلف الجو ممكن يصير أمطار موسمية في بعض المناطق ولكن ما بيصير هالإشي المرعب اللي هم يحذروا منه لا الشمس ولا القمر لا بنكسف ولا بتنخسف لا لبلود أحد ولا لميلاد أحد ولا لموت أحد هذا حديث نبوي فعشان هيك الكسوف تأثيراته أشياء حسية بسيطة جدا بتأثر علينا بتلعب في الذبذب تبعتنا بتلعب في عواطفنا يعني يا بتهيج العواطف الزيادة يا إما إنها بتطفي العواطف الزيادة العلاقات الضعيفة بتصير عرضة للمشاحنات والفصال العلاقات القوية ممكن إنها تزيد قوة واحد بعرف بنت أو بنت بتعرف شاب ممكن في المرحلة هاي اللي بعرفوا بعض فيها يا إما العلاقة بتستمر وبتكبر يا إما العلاقة بتتراجع وبتصير واضحة إنه لازم الإنفصال ما لازم الواحد إنه لا والله ما هي الظروف خليني أجرب مرة ثانية لا ربنا أعطاك الإشارة في هذا الموضوع إنك تعرف إنه هاي العلاقة سلبية أو أعطاك الإشارة إنه تعرف هاي العلاقة إيجابية طيب هسا بالنسبة للكسوف لما بصير في السرطان معناته كل شخص على حسب برجه له تأثيرات معينة بتأثر عليه على حسب مكانه من مكان السرطان يعني زي الحمل لما نحكي الحمل معناته حمل ثور جوزاء سرطان يعني الرابع معناته بيته الرابع معناته له علاقة بالسكن له علاقة بالعقارات له علاقة بالعائلة العلاقة بإشي بالبيت أو بنظام البيت أو بأهله أو إشي يعني مشاكله كلها محصورة في نظام البيت والعقار والعائلة الثور بصير بيته الثالث إلو علاقة بالتنقلات إلو علاقة بالإخوة إلو علاقة بالجيران إلو علاقة بمواضيع السفر داخل المدن يعني التنقلات وإلو علاقة بالمناقشات فعشان هذول الأشياء بده يركز فيهم مظبوط لأنه الخلل رح يكون فيهم كلهم أو في وحده منهم وأثناء القيادة بده يدير باله بالنسبة للجوزاء الناحية المالية يعني ممكن يتعركس بعض المال ما يجي مال ممكن يلتغى موضوع تمويل له ممكن تجي مصاريف الزيادة ممكن هو يصرف ببذخ يعني بالمال السرطان عنده بما أنه عنده معناته بده تحمل هاي الأمور نوع من أنه قاعد أثير على بيته الأول اللي هي النفسية فيا بصير عنده تهور بتصرفاته يا تسرع بقراراته يا إما عصبية بمزاجه أما بالنسبة للأسد بصير بيته بيت المتاعب بيته 12 فعشان هيك بأثر عليه من مؤامرات تحاق ضده أو ناس بتستغيبه أو ناس بتحاول تفرض رأيها عليه أو ناس بتحاول أو تكشف خبايا لأجل فضيحته يعني أمور وراء الكواليس كلها لأشخاص بتحيك وراء عليه إشي سلبي فعشان هيك منقول أنه بالنسبة للأسد في الفترات هاي ما يدخل على مناطق مشبوهة أو أماكن هو ما بعرفها وآمن فيها بالنسبة للعذراء مشاكله بتصير مع الأصدقاء مشاحنات وتفاهم عصبية بانتقد بعصبه عليه أشياء من هذا القبيل الميزان في العلاقات مع المسؤولين بالعمل أو بعلاقاته العامة أو باجتماعاته ممكن يكون مدعو لتكريم معين يتأجل الموضوع هذا ممكن أنه يكون يشتغل على شغل كبير ولكن بالفترة هاي إذا صادف نقاش المشروع ممكن يرتفض المشروع بالفترة تاعت الكسوف مش قبل ومش بعد يعني إذا راحت فترة الكسوف عادي لو كان يشتغل في موضوع ما إلو علاقة إذا كمل فيه بالنسبة للعقرب ممكن في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد المواضيع القضائية دراسات الجامعية عشان هيك بدهم يحذروا ممكن يتعطل سفر ممكن يتأجل ممكن يصير فيه موضوع إجباري لسفر عماكن هما بيحبها ممكن أنه تلتغي تذكرته ممكن يطلع على المطار يلاقي أنه ما إلو حجز أو التغل حجز أو فيه خلل بالوزن أو أشياء مثل هيك أو مواضيع قضائية ممكن أنه أي شيء له علاقة بأوامر طلب أو أنه مثلا أوراقه مش مكتملة حكم يطلع ضده أشياء من هذا القبيل والامتحانات بده يركز بشكل جيد وما يتسرع أثناء تأديتها أما بالنسبة للقوس فهو في الأموال المشتركة فعشان هيك الأموال المشتركة اللي هو البيت الثامن يعني أمور القروض والمطالبات هاي هي اللي بتركز عليها الجدي على الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية ممكن خلافات ممكن مشاكل سوء تفاهم حدية بالطباع ما بينهم ما بينهم بين الأزواج تحديدا ممكن نقاشات ممكن توصل حتى لأمور أنه العصبية توصل للطلاق إذا ما مسكوا أعصابهم بالنسبة للدلو هم أكثر ناس هدولا بدهم يركزوا على الصحة وعلى العلاقة مع الزملاء في مجال العمل لأنه صحتهم بتصير ضعيفة لأنه بيتهم السادس وفي نفس اللحظة بيكونوا بشعروا ببعض التوعكات وممكن خلافات ما بينهم وبين زملائهم أو رؤسائهم بالعمل أو ما يقدروا ينجزوا بعض العمل أو يتغيبوا عن بعض الأعمال أما بالنسبة للحوت فهو علاقتهم مع الأحباء فهم عرضة أنهم يفسخوا علاقة عاطفية أو أنهم مشاكل ما بينهم بين أحباءهم أو تطوير علاقاتهم أو أشياء من هذا القبيل يعني على المستوى العاطفي مع الأحباء مع الأبناء هاي النقطة اللي بتركز عليها يعني بمعنى آخر صحيا أكثر واحد اللي هدلوا واللي بعده مباشرة بيجي الأسد هذولا اثنين في خلال الأسبوع هاد بدهم يديروا بالهم من الأمراض من التوعكات الصحية من الأشياء المفاجئة هاي لا ذكرنا عن كورونا ولا ذكرنا عن مرض جديد بده يصير ولا عن موت حدا ولا عن أي شيء هاي الأمور كما أنا هذا مش أنا لحالي كل علماء الفلك الصحيحين اللي بيشتغلوا بعلم الفلك الصحيح رح يحكو لك نفس الكلام ولكن إنه يجي يحكي لك أوقات الكسوف في كل دولة وشو اللي رح كيف رح تشوفه وقديش درجة كسوفه وقديش قدرة الرؤية عليه طبعا أتحدى بكل الفيديوهات اللي أنتو بتسمعوها ما قبل الحلقة هاي إنه واحد يجيب لك إياها ولكن ما بعدها طبعا إذا انحكت بعدي معناته انسرقت يعني مش معناه إنه عالم فلك فهمتوا علي؟ أو بده يجيب أسلوب ثاني يجيب لمدن ثاني يجيب تفاصيل أكثر ممكن ما منشكك إحنا نقول كلهم مش فلكيين لكن الفلكيين الكبار معروفين من هم بالاسم وهم قلة يعني اللي إحنا منفهم في أمور الفلك في الوطن العربي على كفة إيد وحدة بس عددنا يعني مش العدد الكبير أما الباقي فكله يتسلق على كتاف كله أسأل الله أني أكون أفتكوا في المعلومات هاي وصلت لكم المعلومة بكل بساطة بدون مصطلحات بدون نقطة العبور وزاوية الأرض ومن وين من أي نقطة ودرجات وهاي الأشياء المصطلحات اللي بيستخدموها عشان يباين أنه واو مفهم هذا كل ياته يعني لله أم من الله أمني من الله وهذا من فضل من فضلي هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر الحمد لله والشكر لله بتمنى أني أكون أفتكم تحياتي لألكم وفي النهاية من شو نحكي دائما والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكراً للمشاهدة بمعزيزو ترجمة نانسي قنقر